وفي حتة كده بمليون دولار ونص بتقول ان الصحابة كانوا بيفرحوا لما الاعراب يجوا للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لان الاعرابة اجرأ على السؤال الصحابة يعني زي ما تقول مدينة وقرية بتوع القرية شداد شوية طيبين وكويسين وكل حاجة ولكن عندهم جرأة الجرأة دي تفيد بان الصحابة يتعلموا الدين من خلال اسئلة الاعراب ومن خلال اجابات النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم كان الواحد فيهم يفرح اقول لكم على حاجة من اللي دحكت الصحابة ودحكت النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال في واحد في الجنة حيطلب من ربنا يزرع في الجنة شوف شوف كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فربنا قال له انت مش عندك الكفاية ولا كما تشريه نفسك قال له بحب الزراعة عايز ازرع يا رب قال له ازرع ربنا ربنا اول من جبر خاطر الناس رب الناس فمسك البزور في الجنة حديث البخاري وقاعد يزرع وهو بيزرع الزراعة عخبر وراه غير الدنيا مسافاته اوقاته وقدامه فترة على ما ينبت وفترة على ما يشتده انما الجنة فيه ثواني فالرجل لقى الزراعة مش جاء ايه ده انا مش متعود على الزراعة دي فقال كفاية يا رب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا قال له اكتفيت يعني خلاص ما حققت رغبتك وشهوتك وزرعت في الجنة فواحد من الاعراب كان بيسمع الحديث ده فضحك وقال للنبي الرجل ده اكيد من قريش او من الانصار نعنوا الاعراب لنحب الزراعة فضحك الصحابة يبتعوا التكشيرة والتبويزة سنة سعيدة على غزة يرحم شهيدهم ويثبت حيهم وعلى السودان يذكروا قول الله تبارك وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره مش قال له صاحبه وهو يقاتله ربنا يفضها سيرة ويفض النكد ويكفينا شر النكد وشر الحروب ويكف ربنا ايدي الطغاة عن اهل الغزة امين وتبقى سنة سعيدة وكل السنة مش سنة مش من السنة للسنة تقول كل السنة وانت طيب يتقول كل لحظة وانت طيب كل سنة وانت طيب وانا اسف اتقارت على التليفونات سمي يا هادم حلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور ربنا استورك اه بالفضلك يا دكتور انا معايا شاب بتوصى عنده 26 سنة ضاهر حمو وبرده ابو توصى بعديه الله يرحمه واخويا الله يرحمه فانا ما بنامش يعني ما بنامش طول البقرة القرآن وبصلي والموعيفة الحسنة وكل شيء تمام وكل حاجة بس ما بعرفش انام بالليل لو جيت انام لازم يجو كده الشريط قدامي خليني للسوق لو شغلت القرآن اعود اقول معاه واعود اقرأ في الكرآن معاه لحد الصبر لو شغلت اي حاجة مثلا اي توافع اي برنامج اي حاجة اعود واسمعه يعني يدوبك ثلاث دقائق ونام اما الكرآن اعود على حالي واعود اقرأ معاه لحد الصبر فانا بسأل حضرتك هل اؤجر على هذا كله طبعا ان الله لا يضيع ان لا نضيع مش ان الله اسمها ان لا نضيع اجر من احسن عمله وحجاوبك حجاوبك في واحد من الصحابة ابنه مات وهو بيتفنه قال كلمة للواد مع انه مش هيسمعه قال له لو لا اني على يقين اني لاحق بك لحزنته عليك اشد من هذا يعني انا هحصلك بعد يوم بعد يوم ممكن بعد يساعة بعد خمس دقائق ما تغرقش الصحة والدنيا كلها اه لو انا مش متأكد اني هحصلك كنت فرقت الدنيا على حزن عليك يا ولدي استثمري هذا الحديث انت ان شاء الله بعد طول عمر وحسن عمل تلحقي بهم في جنات النعيم وعايز اقول الحاجات اللي بتجيكي والكوابيس والاحزان علاجها في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امارا عبدالله بنع عمارا رضي الله عنهما ان يصلي ركعتين بالليل وبمناسبة السنة الجديدة اعمل لك تاريخ بكرة ان شاء الله وابدأها بصلاة ركعتين عارفين ليه عارفين لماذا لان ربنا قال في سيدنا زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيا فجاءت البشرة سيدنا زكريا وهو يصلي فاللي عايز ربنا يبشره يصلي 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 ركعتين في غير الفريبة